اهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كفحالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية حشتوني وحشتوني صرت اشتاق لكم انا انزل فيديو اقرأ تعليقاتكم اشتاقل انتم رائعين اي لافيو اي لافيو قبل نبدأ الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك شوفوا هو الموضوع بسيط اذا انت من الجوال ما اخذ شوفوا جزء من الثانية موضوع بسيط انا عارف انكم تنسوا في ناس كثير ينسوا انا اعرف احد من اصحابي يقول لي صدق اكتشفت اني ما ضغطت ولا لايك على فيديوهاتك يقول ما انا متعود انسوا انا ابغاكم تتعودوا تضغطوا لايك بالذات الفيديوهاتي لانه لما تضغط لايك الفيديو يظهر لناس جدد الناس الجدد يجيوا اوه قناع رجيه رهيب والله اوه يلا اخذ كلامي كثير انا عارف خلونا نبدأ الفيديو بس في سنة 1993 الكاتبة مارثا كوفمان والكاتب ديفيد كرين راحوا على نبي سي او هيئة الاذاعة والتلفزيون الامريكية ومعاهم سبع صفحات لفكرة مسلسل تلفزيوني جديد من نوع ستكم على امل انه يتم اعتماد فكرة مسلسلهم هذا الجديد ويتم تصويره مستقبلا ويطلعوا من وراه فلوس اه زلط بيس بيزات موني اكيد يبغوا من وراه فلوس اما ليش يبغوا يغير وجهه الانسانية كل الناس تدور فلوس في النهائي لانه الفلوس هياسة شفتوا كيف ما انعطي وجه اشطح واخرج خارج الموضوع علشان كده فيديوهات تجي طويلة اوكي نرجع نكمل الموضوع وكوصف للمسلسل كانوا كاتبين في بداية السبع صفحات يدور المسلسل حول الجنس والحب والعلاقات والمهن ووقت في حياتك يكون كل شيء فيه ممكنا ويركز المسلسل بشكل كبير على اهمية الصداقة لانه عندما تكون عازبا ووحيدا يكونوا اصدقاؤك هم عائلتك هذا كان وصف كتاب المسلسل للمسلسل في بداية السبع صفحات ولكن قبل ما يكون اسم المسلسل فريندز كان مقترح له عدة اسماء الاسم الاول انسومينيا كافي او مقهى الارق اسم حلو بس كئيب شوية كده تحس الناس اللي فيه كلهم فيهم نوم بس مو قادرين ينام ارق مقهى الارق والله اسم كييب والاسم الثاني six of one واذا انا اعرف اترجم فمعناتها ستة لواحد تيجي كده ولا ستة كأنهم واحد ولا واحد كأنهم ستة انهم كيان واحد وكيه ستة اصدقاء والاسم الثالث كان فريندز لايك اس او اصدقاء يشبهوننا واللي فعليا اشوف انه كان اسم مرة مناسب وصفيا بس يعني الاسماء هذي كلها اللي قلتها في الاخير كده سن برع واقترحوا اسم فريندز اللي هو اصدقاء والشيز مرة كويس فريندز اسم بسيط ومعبر المهم يا حبيبي وبالفعل تم اعتماد المسلسل بواسطة ان بي سي وتم توقيع اتفاقية تعاون مع وارنر براثرز وتم تصوير المسلسل لاحقا في استوديوهات وارنر براثرز برضو قبل ما يتم اختيار الممثلين واعتمادهم نزلت ان بي سي اعلان ووضحت في الاعلان عن رغبتها في توظيف ممثلين للتمثيل في مسلسل كوميدي راح يعرض على قناة ان بي سي وقناة ان بي سي ماهي شي سهل فرصة جدا ممتازة لكل ممثل انه يظهر في قناة ان بي سي المهم يا حبيبي نزلوا الاعلان والاعلان عمل ضجة كبيرة ضجة كبيرة لدرجة انه تقدم اكثر من ستة الاف شخص لادوار مسلسل فريندز وجلست ان بي سي تستبعد وتستبعد وتستبعد وتختار من بين الستة الاف متقدم الين خفضوا العدد من ستة الاف الين خمسة وسبعين شخص ورجعوا كملوا استبعاد وتصفية الين وصل العدد الى ثلاث متقدمين لكل دور ثلاثة الدور ريتشيل ثلاثة الدور جوي ثلاثة الدور مونيكا ثلاثة الدور روس ثلاثة الدور تشاندلر وثلاثة الدور فيبي وعلشان يتم قبولهم واعتمادهم بشكل نهائي وتصفيتهم اضطرت ان بي سي انها تحول الموضوع الى وارنر برادرز هذول يا حبيبي ثمنتعشر متقدم من اصل ستة الاف نبغاكم كذا الله يعطيكم العافية تختاروا منهم واحد مناسب لكل دور احنا عملنا اللي علينا والباقي عليكم على الله وعليكم ولو بالفعل وارنر برادرز صفت الموضوع وقفلت الليلة واعتمدت الاسماء كالاتي الممثلة جينيفر آرنستر لتقديم دور شخصية ريتشيل والممثلة كورتني كوكس لتقديم دور مونيكا والممثلة ليزا كودرو لتقديم دور فيبي والممثل ديفيد شوير لتقديم دور روس كل الممثلين الاربع اللي قلت اسماءهم قبل ما يمثلون في فريندز كانوا ممثلين خلينا نقول في بداياتهم يعني لسه ما هم معروفين مرة ولكن امورهم كانت ماشية في السليم وتم ترشيحهم للادوار خلينا نقول يعني مو بسهولة مرة بس ما تبهذلوا تنافسوا شوية واخذوا الادوار اما بالنسبة للممثل ماثيو بيري واللي قدم شخصية شاندلر قدم تجربة الاداء يوم الجمعة وداوم يوم الاحد في الاستيديو مباشرة ما امزح كان يوم جمعة وقالوا له مبروك يوم الاحد وانت عندنا يا وحش شمعنى هو بالذات قبل كل الممثلين الثانين اقول لكم ليش فريق الكتابة يقولون اولا لانه كان لائق عليها الدور جدا بالمليمتر يا حبيبي وكأنه مفصل عليه تفصيل الدور ثانيا لاحظوا انه مرة مبدع في تأليفه وكتابة النكت كان يرتجل في تجربة الاداء ويقول كلام من راسه فقالوا يا عمي هذا مو ممثل هذا كمان كاتب شيل ودي حوش يا مدير يوم الاحد وانت عندنا وبالفعل كانوا يستعينوا فيه في كتابة بعض النكت والنصوص المتعلقة في دوره اما بالنسبة للممثل مات لوبلن واللي قدم دور جوي يا اخي مسكين والله مسكين يا جماعة هذا قصة وقصة يخيلوا انه راح لتجربة الاداء ووضعه جدا سيء اول حاجة عنده اصابة قوية جدا في انفه وكان شكله على كلامه جدا قبيح بسبب انه طاح على حافة كرسي الحمام وانتم بكرامة ومو بس كذا كمان وضع المادي وقت تجربة الاداء كان سيء جدا سيء جدا لدرجة يقول انه ما كان يملك الا 11 دولار بس في جيبه مو في جيبه يعني وعنده شيء في البنك لا راس ماله كله 11 دولار خلصت ال 11 دولار خلاص مو في لس ويصير يمكن هومليس معرفش وضعه صراحة الزبدة يقول انه قبل ما يستلم اول راتب له مع مسلسل فرينز كانت تمر عليه ايام جوع قاسية جدا تخيلوا تروحوا تجربة الاداء وانتم خشمكم مكسور ومنفوق وشكلكم قبيح على كلامه وكمان مطفرين وحالتكم المادية من اسوأ ما يكون كيف تتوقعون كانت نفسية الممثل وقتها صدقوني اقدر اجزم انه ما كان متوقع انه يتم قبوله للدور على الاطلاق وترى فعليا كان في قائمة المرفوضين ما كان مرغوب فيها على الاطلاق تم استبعاده بواسطة كتاب المسلسل كذا اعطوا التصريف الشهيرة اه لا بنتصل فيك انجال لا انتظر منه نتصال خرج من عنده ما هو منفز وحالته حاله ولكن الشي الحلو انه وارنر برادرز كانوا حاضرين وقت تجربة اداؤه واعجبهم اداؤه ورجعوا اتصلوا عليه وقالولوا له حبيبي تعال الف مبروك عليك الدور كيف ليش شلون النصيب يا حبيبي والناس الفاهمة والخبراء ما حكموا عليه بسبب شكله بل بسبب اداؤه خشمك يتعدل يا حبيبي فلوسك نعطيك نضبطك شكلك نعدلك طالما انك ممثل كويس هذا اللي هم ببساطة كذا يا جماعة دور شخصية جوي للممثل مات كان افضل شي حصل له في حياته على الاطلاق مو بس هو حتى باقي الممثلين اللي معاه لانه في مرحلة توقيع العاقد مع الممثلين للموسم الاول كل الممثلين كانوا ياخذون عن كل حلقة مبلغ اثنين وعشرين الف دولار وهذا المبلغ كان شي خيالي وضخم بالنسبة لهم ولكم ان تتخيلوا الفرحة والحماس اللي كانوا فيه بالذات صاحبنا مات المسكين اللي كان مفلس وممعان لح دعشر دولار يقول اول راتب اخذته رحت وكافأة نفسي بوجبة عشاء فاقرة جدا كتعويض عن ايام الجوع والتعب الماضية حبيبي والله تستاهل تستاهل يا جوي تستاهل يا مات امو من العين بطران فالامة هم تكي معادي يسوي اي شي كده قاعد يصرف فلوس ينتظر الموت بس يستاهل استاهل الف مبروك والكل مجتهج النصيب على الله اما الممثلة كورتني كوكس تقول اول راتب اخذته راحت واشترت لنفسها سيارة واضح انها كانت تقضيها تكاسي وباصات وشوي وصبوي ما ادريش يعني اما انه ما كان عندها سيارة رحت تشترت سيارة الا وراسطة الكلام يا جماعة مسلسل فرينز كان افضل شي حصل لهذه الستة ممثلين المهم يا حبيبي تم تصوير الموسم الاول من مسلسل فرينز وتم عرضه على شاشة التلفزيون وارلان برادرز كانت قلقان انه ما ينجح ون بي سي كمان كانوا قلقانين انه ما ينجح بالذات ان وقتها الناس كانت متعلقة بمسلسل ساينفيلد وفريش برينز والمسلسلات القديمة اللي كانت تعرض ولكن مسلسل فرينز كان مغامرة تستحق التجربة وبالنسبة للشركات الكبيرة ما اتوقع انه عندهم مشكلة يغامرون بموسم واحد ان ضبط ضبط ما ضبط كنسل وشوف غيره يا عمي خمسمائة الف لكل واحد يا عمي اصرف موسم واحد ونشوف ضبط ضبط ما ضبط كنسل عادي على كل حال وبعد عرض الموسم الاول الجمهور انقسم الى نصفين ناس قالت مسلسل جيد ويبشر بالخير وناس قالت مسلسل ما عنده اي سالفة غير تقليد لمسلسلات قديمة بشكل عام مؤشر الموسم الاول خلينا نقول انه كان متوسط اما بالنسبة للنقاد الغالبية اراهم كانت قاسية للامانة نوعا ما تجاه المسلسل طلع احد النقاد والكتاب لصالح صحيفة The Blind Dealer وقال المسلسل هذا اللي اسمه فرينز ما هو الا محاولة ضعيفة ونسخة مشابهة لمسلسل ساينفيلد ولكن بجودة اقل طلع واحد ثاني برضو كاتب لصحيفة Houston Chronicle وقال المسلسل هذا يحاول يكون شبيه بمسلسل ساينفيلد وان حاول ما راح يكون ممتع ومضحك بنفس القدر طلع واحد ثالث من صحيفة Los Angeles اليومية وقال المسلسل هذا يبدو انه مسلسل واعد وراح يكون له مستقبل مشرق عطوه فرصة يا جماعة على كل حال الموسم الاول كان دخيل على الناس هذه الفترة مسلسل جديد والناس ما تعرف الا ساينفيلد ومغرمين فيه وترى جمهور ساينفيلد يا جماعة مرة كبير وقوي جدا وإلى الآن فيه نسبة كبيرة تقول انه افضل من مسلسل فريندز بمراحل واعرف شخص مرة يحب مسلسل فريندز ولكن ما زال ساينفيلد بالنسبة له افضل اه يبا يكون مسلسل جمهوره على كل حال ومثل ما قلنا المسلسل وقتها كان دخيل على الجمهور فطبيعي تكون الاراء حوله مختلفة وبالذات انه ما زال في بدايته لكن هذا الكلام كله طار في مهب الريح بعد بداية الموسم الثاني طاقم العمل والكتاب والممثلين شافوا نقاط الضعف اللي عندهم وانتبهوا للاخطاء اللي حصلت معهم في الموسم الاول وبدأوا يعالجوها ويحسنوا منها واحد الاشياء اللي كثر الكلام عليها بخصوص الموسم الاول من فريندز الناس كانت تقول ان الممثلين جالسين يبذلون جهد اكثر من اللازم في التمثيل تحس انهم كده شدين حالهم بزيادة بشكل مزعج وملحوط صراحة انا ملاحظت بس يعني في ناس اخبر مني ممكن لاحظوا فعلا وهذا الشيء بدأ يتغير مع الموسم الثاني تماما والممثلين صاروا مرتاحين اكثر وحسنوا من ادائهم والمسلسل بدأ ياخد طابع خاص فيه ونكها تميزوا عن غيره من المسلسلات الستكم بدأ الجمهور يتعلق بالشخصيات ويحبهم يتعرف عليهم حتى التناغم الجميل بين طاقم الممثلين صار جدا واضح ورهيب واداء الممثلين صار متوازن اكثر ومعاد فيه تكلف المهم يا حبيبي في الموسم الثاني تعدلت رواتب الممثلين وصاروا ياخذون بدل اثنين وعشرين الف دولار للحلقة الواحدة وصلت رواتبهم الى اربعين الف دولار للحلقة الواحدة ولكن في الموسم الثاني ما كانت رواتبهم متشابهة كل ممثل كان ياخذ راتب مختلف ياخذ ثلاثين واللي ياخذ أربعين بالرغم من ان كل الستة ممثلين رئيسيين ولكن وقتها كان الموضوع يعتمد على شطارة الممثل في المفاوضات تعرف تتفاوض حتى تاخذ فلوس كثير ما تعرف انت وحظك يا حبيبي الموضوع هذا ازعج شلة فرينز وقالوا ايش هكذا كلام الفاضي هذا بس وقتها خلاص فات الاوان وتوقعت العقود وانتهت المفاوضات شلة فرينز قالوا يلا ما عليه الموسم الثالث لانا كلام ثاني ان شاء الله مشت الامور في الموسم الثاني والمسلسل بدأ ينتشر وبدأت قاعدة الجماهيرية تصير اكبر واكبر مع اقتراب الموسم الثالث تجمع الممثلين الستة وقالوا يا حبيبي هذه المرة المفاوضات تكون جماعية الهبل والظلم اللي صار في الموسم الثاني كل واحد راتب مختلف كذا ما يصلح الموسم الثالث لازم راتبنا تكون موحدة كلنا ممثلين رئيسيين وكلنا بنفس المكان ولازم كلنا ناخذ نفس الراتب والله يا حبيبي بالفعل وقبل الموسم الثالث طلعوا الستة اصدقاء او الستة ممثلين لشركة وارنر براثرز وقالوا لهم هذا الكلام وارنر براثرز شافوا ان الموسم الثاني ضرب ضربة مرة قوية وبدأ المسلسل تتضح عليه علامة النجاح والناس صارت تحبه قالوا اوكي يا عمي خلاص موافقين ما يصير خطركم الا طيب الموسم الثالث رواتبكم بالتساوي بتكون خمسة وسبعين الف دولار للحلقة الواحدة حلوين كده شلة فرينز قالوا اوكي مو بس الموسم الثالث كل موسم جديد رواتبنا تكون موحدة وارنر براثرز قالوا من هالعين قبل هالعين خلاص لا تشغلوا امنا انتم كمان شلة فرينز قالوا لا حبيبي لسه كمان عندنا شروط اضافية اي صور في اي مجلة معينة لازم نظهر فيها الستة كلنا بالتساوي اي لقاءات تخص مسلسل فرينز تتم بوجودنا كلنا ستة اي اعلانات اي منشورات ترويجية اي شي خص مسلسل فرينز نطلع فيه كلنا ستة او ما حد يطلع نهائي اوكي وارنر براثرز قالوا خلاص اوكي فليتوا ترى خلاص اوكي سمعوا نطاعة ستة في واحد كلكم واحد اوكي وصلت وبالفعل نجح الستة اصدقاء في هذا المهمة الجماعية ووحد رواتبهم ووحد ظهورهم الاعلامي يعني فرينز في المسلسل وكمان فرينز في ارض الواقع لا يرزقنا اصدقاء زي كده يا اخي المهم يا حبيبي ينزل الموسم الثالث وينجح نجاح قوي ويضرب زي الصاعقة في سماء امريكا وتبدأ القاعدة الجماهيرية هذا المسلسل بالتزايد والانتشار ويجيك الموسم الرابع وتوصل رواتب الممثلين الى 85 الف للحلقة الواحدة والموسم الخامس وصل راتب الممثل الواحد الى 100 الف دولار للحلقة الواحدة والموسم السادس وصل راتب الممثل الواحد الى 125 الف دولار للحلقة الواحدة والموسم السابع والثامن وصلت رواتبهم الى 750 الف دولار للحلقة الواحدة انا مش زالين انا بس مبسوط لهم والله والموسم التازع والاخير صارت رواتبهم مليون دولار للحلقة الواحدة انتم مستوعبين معدلة زيادة اللي قاعد يصير هنا الموسم الاول من فرينز كانوا ياخذوا 20 الف عن كل حلقة تقريبا والموسم الاخير مليون دولار عن كل حلقة انجاز صراحة انجاز يعني عشر سنوات غيرت حياته الستة ذولي الى شكل اخر تماما من الى يستاهلوا 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 يا حسوجي قول يستاهلوا قول بالعافية عليهم بالعافية عليهم وبهذا الرقم مليون دولار للحلقة الواحدة طاقم فريند وصل الى قائمة الممثلين الاعلى اجرا في تاريخ التلفزيون والبعض منهم يقال ان عنده حصة من ارباح المسلسل ما زالت تنزل في حساباتهم البنكية الى يوما هذا لكم ان تتخيلوا اشكال الناس اللي رفضوا ادوارهم في هذا المسلسل الحياة فرص حاول يا صديقي الوجيه انك تنتهز كل فرص جيك مهما كانت بسيطة ما تدري وين توديك يمكن تصير مليونير لانك قبلت وظيفة براتب الف ريال ما تدري طيب ليش الناس تحب فريندز ليش فريندز عملت ضجة هذه كلها من بين كل مسلسلات الستكم ليش فريندز بالرغم من انه صار له اكثر من 15 سنة منتهي ما زال اشهر من نار على علم وما زال يضخ فلوس وما زالت القنوات تطالب فيه هل معناته ان المسلسلات الثانية سيئة نو كل مسلسل له جمهور وله قيمته ولكن اكثر شي ميز مسلسل فريندز هو طرح ومناقشة للموضوعات والقضايا الاجتماعية الشائعة الحب الانفصال الكره الاشتياق العمل العطالة السعادة الحزن الراحة الألم القرب البعد ما بقول لكم انه فريندز هو اول مسلسل يناقش هذه القضايا ولكن لعل فكرة انه طرحها داخل اطار الصداقة والعائلة الثانية هي اكثر شي تميز ونجحوا فيه غير انه معظم الاشياء اللي مر فيها سكان الكره الارضية تمت مناقشتها ومعالجتها في مسلسل فريندز مو بشكل كوميدي وساخر بحث بل حتى كان لابد من تطعيم هذه المناقشات بلحظات درامية مؤثرة احيانا ولابد من انك كمشاهد تكون مريت في تجربة من التجارب اللي عاشوها هذول الستة الاصدقاء لابد انك في مرحلة ما من المسلسل تقول والله يا اخي الموقف هذا ذكرني بموقف حصل لي قبل فترة يعني لابد حرفيا المسلسل تطرق لكل موقف ممكن يصير لأي انسان غير كذا فكرة ان المسلسل يكون فيه ستة شخصيات رئيسية كان لابد من انك كمشاهد تلقى نفسك في واحدة من هذه الشخصيات لابد انه في واحدة من هذه الشخصيات تشبهك سواء بشكل كامل او بشكل جزئي ستة شخصيات متنوعة تماما المبحك الدرامي الغير مبالي السعيد الذكي الغبي التائه المدلل ستة شخصيات تشبهنا في تصرفات مرة كثيرة علشان كده قلت لكم اسم فرينز لايك اس كان اسم مناسب ولكن سموه فرينز في النهاية واسمحولي اعترف لكم باعتراف قبل ما نختم الفيديو قبل سنة ونص تقريبا لو جيت وقلت لي تابع فرينز او اي مسلسل ستكم كان قلت لك ولكن جمهور فرينز ما تركوني في حالي صراحة من اصدقاء ومتابعين وكان لابد من اني اجرب هذا المسلسل عاجلا اماجلا صحيح اني واجهت بعض الصعوبات في متابعة الموسم الاول ولكن بمجرد ما خلصت الموسم الاول لقيت نفسي منجذب له بشكل جدا غير متوقع وعلى قولة واحد من المتابعين هم ستة اصدقاء ومع الوقت بتصير انت صديقهم السابع صراحة كلام كان فخم ما افتكر مني اللي قالها بس اشكرك كلام جدا رهيب وختاما ترى انا مجالسة اقولك انه هالمسلسل بيعجبك مية في المية ولكن اقولك انه لازم تعطي فرصة قبل ما تجي بلي جارم سالسلكم الخوايش البلد شوفوا اعجبك الخير واهله واهلا بك في اسرة فرينز فيما عجبك ترى عادي ما خسرت شيء حياة تجارب جرب كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم